اشتركوا في القناة وفيه المجامل وفيه الضعيف المهزوم وفيه الإنسان الفاسد المنافق وفيه العميل للنظام والعميل لأعداء الدين فإذا ما تستطيع أن تقول الشعب هكذا تعطي كلاما عاما الشعب هذا فيه ناس كثير مجاهدون قاتلوا في إفغانستان وقاتلوا في البوسنة وقاتلوا في سوريا وفي العراق وفيه مناظلون نضال السلمي دخلوا السجون بعشرات الآلاف وفيه علماء يعني عظماء يكادون يكونوا من المجددين يعني الشيخ العلوان والشيخ الطريفي وغيره وفيه ناس من كثير ممن دخل السجون وفيهم ناس من يعني قابضين على دينهم كما يقوموا على الجمر في داخل البلد وفيه ناس عادي لا تستطيع أن تقول والله أظهر حقيقة الشعب لكن ممكن تقول تبين في الجملة تبين في الجملة أن في الجملة يعني ما تقول الشعب بمعنى كل الناس تبين في الجملة أن الشعب عاجز عن أن ينتفض أو أن يغار على محاربه أو يغار على الدين أو أن يغضب لهذا الظلم نعم صح يعني هذا على الأقل مرحلة حالية أنه عيب أنه لا يليق بشعب الجزيرة لا يليق في بلاد الحرمين أن يقبلوا أن يرضوا بهذا الاستفزاز والتحدي والإهانة من قبل محمد بن سلمان يعني كما قلته في التغريدات كأنه يقول أنا جاي أهينكم وتف في وجوهكم وأنتم كلكم تحد رجلي واللي بيوريني تحديا وأخلي تحدا وما لكم حل إلا أن تثوروا عليه ثورة شاملة ما في حل وأنا تحداكم فحينئذن نقول نعم في هذا المعنى صحيح أنه مع الأسف الشديد هناك في المرحلة الحالية ولعل إن شاء الله في المرحلة القادمة يكون في تحرق هناك في المرحلة الحالية شيء من التخلي عن الغضب للدين والغضب للعرض والغضب للكرامة كله غير موجود حاليا على الأقل شكرا شكرا شكرا